في الداخل نرى هناك عمل مستمر وواضح لكل مواطن عراقي بالنهاية المواطن متضرر كثيرا من مسألة الاختناقات المرورية لكن أتحدث عن أطراف العاصمة بغداد المداخل بشكل عام سواء من ناحية جسر ديالة المعامل حسينية المعامل وحتى مدخل الشعب ومداخل أخرى هذه تقريبا فاقدة لكل أساسيات الطرق السليمة التي تكون بعيدة عن طرق الموت هذه الطرق متضررة كثيرا إضافة إلى أنه جسور محدودة مداخل محدودة بالنهاية دور الوزارة بعيد تماما عن هذه المداخل بالنسبة للمداخل هي أيضا توزعت ما بين وزارتنا وما بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد نعم نحن أنجزنا ما مكلفين بمدخلين اللي هو مدخل بغداد الكوت من جهة بسماية يعني هذا بطول 7 كيلو متر بأربع مسارات يعني مجموعة طوال 28 كيلو متر تم تعريض الشارع من 10 إلى 16 متر بالإضافة إلى إنشاء طرق خدمية بعرض 8 متر لكل جانب الجانب الآخر أو المدخل الآخر اللي أيضا كان على عاتق وزارة العمار والإسكان واللي أيضا نحن أنجزناه ودخل للخدمة حاليا اللي هو مدخل بغداد ديالة وأيضا هذا هو طريق بمجموعة طوال يبلغ 40 كيلو متر هناك مجسرات وهناك جسور أيضا للمشات يعني بالنسبة لطريق بغداد بسماية هناك أربع مجسرات أنشئت على هذا الطريق وأما بالنسبة لطريق بغداد ديالة فهناك ثلاث مجسرات أيضا هذا حتى قضينا على التقاطعات الأرضية اللي موجودة واللي كانت تسبب حوادث فيها السابق هناك عمل واضح ويعني بالنهاية هناك ارتياح للمواطن من ناحية سلكة لهذه الطرق فيما يخص المداخل الأخرى أنا تحدث عن مدخل يعني بغداد ديالة موصل هذا المدخل جدا مهم على الاعتبار هو مهم تجاريا واقتصاديا هل هناك تطورات عليها أم لا احنا ذكرتليش حقيقة هي توزعت هذه المداخل احنا فيما يتعلق بعمل وزارتنا احنا أنجزنا ما مكلفين بي اما باقي يعني هنا نسنا بتقاضي في المسؤوليات قلت جميع مسؤول على هذا الموضوع مسؤوليات من بالتحديد؟ محافظة بغداد نعم بكل تأكيد تكملة للطرق اللي ذكرناها يعني سواء بطريق بغداد بسماء أو طريق بغداد ديالة احنا أيضا أنشينا طريق بغداد الكوت يعني هذا اللي افتتحها دولة رئيس الوزراء قبل فترة وهذا أيضا واحد من الطرق اللي كان ما يسمى سابقا بطريق الموت